أعلن الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي الناتو يانستالتنبيرغ انضمام فنلندا إلى الحلف رسميا لتصبح العضوى الواحدة والثلاثين فيه ووصف استالتنبيرغ انضمام فنلندا للناتو باليوم التاريخي وقبل اجتماع وزراء خارجية دول الحلف أوضح الأمين العام أن انضمام فنلندا للحلف سوف يجعلها أكثر أمنا ويجعل الناتو أكثر قوة حسب تعبيري مضيفا أن ضم عضو جديد للناتو يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس الحلف في المقابل قال الكريملين أن روسيا ستضطر إلى اتخاذ إجراءات مضادة ردا على انضمام فنلندا إلى الحلف موضحا أن هذا الانضمام سيفاقم مجددا الوضع الأمني في المنطقة جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف الذي شدد على أن توسع حلف الناتو يعتبر تعديا على أمن ومصالح روسيا الوطنية لافتا إلى أن بلاده ستراقب عن كثب ما سيحدث في فنلندا بعد انضمامها إلى الحلف وبناء على ذلك ستتخذ الإجراءات اللازمة ومشيرا في الوقت نفسه لأن هلسينك لم تكن أبدا معادية لروسيا وليس لديها خلاف مع موسكو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر